من مليون وثلاثمائة ألف نسمة قبل عام 2003 إلى خمسين ألف شخص فقط هذا هو عدد من سيتبقى من المسيحيين في العراق إذا استمر تعرضهم للانتهاكات وعمليات الإقصاء والترهيب الممنهجة وفقا لموقع ريجستر الإخباري الذي شدد على ضرورة حمايتهم للحد من هجرتهم الموقع الإخباري الأمريكي وفي تقرير له أكد أن المسيحيين وبعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي ما زالوا يعانون من تبعات حرب جلبت للعراقيين الموت ودمرت البلاد بشكل كامل تقريبا وهو ما أجبر آلاف العائلات من بينهم المسيحيون على مغادرة العراق بحسب مطران الكنيسة الكلدانية الكاثولوكية في أربيل بشار وردة الذي قال إن تعداد المسيحيين في العراق بات أقل من 250 ألف شخص ولوها تقرير موقع ريجستر إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المترد في العراق فتح الباب أمام إقصاء الأقليات وتهميشهم حتى أن شبابا من المكون المسيحي باتت تتملكهم مشاعر الخوف والقلق نتيجة الفوضى الأمنية وغياب فرص التوظيف وهو ما زاد من الرغبة بالهجرة إلى خارج العراق مع ارتفاع معدلات البطالة التي فاقت نسبتها في بعض المناطق السبعين بالمئة كما هو الحال في مدينة قرقوش في محافظة نينوى هجرة المسيحيين تجري على قدم وساق وسيخلو العراق منهم في غضون 30 إلى 50 سنة قادمة بحسب جون نيل من مطرانية الكاثوليك الكلدان في أربيل الذي رجح انخفاض أعدادهم في النهاية إلى 50 ألف شخص فقط بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر